بأغلبية 69 صوتاً ومعارضة 30 آخرين أزدل مجلس الشيوخ الستارة على أضخم خطة تمويل للبنية التحتية في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة تريليون دولار ليقترب بذلك الرئيس جو بايدن من تحقيق واحد من أهم وعوده الانتخابية الخطة التي تهدف لتطول البنية التحتية وتوفير 2 مليون وظيفة سنوياً بأجور جيدة تتضمن إنفاق 110 مليارات دولار لصالح تطوير الطرق والجسور و73 مليار دولار لتحديث الشبكة الكهربائية و66 مليار دولار للسكك الحديدية وشركة أمتراك لركاب السكك الحديدية و65 مليار دولار لتوسيع نطاق العريض للبث كما توفر 55 مليار دولار لمياه الشرب النظيفة و39 مليار دولار للنقل كما تدعم الاستثمار في السيارات الكهربائية وتساهم في خفض معدلات التلوث لمستويات تتماشى مع الرؤية الجديدة للبيت الأبيض بخفض الانبعثات الكربونية وفور الإعلان عن تمرير الخطة خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن واصفاً إياها بأنها خطة لإعادة بناء الولايات المتحدة وعلامة فارقة واستثمار غير مسبوك وتاريخي سيغير حياة الأمريكيين ويخفض تكاليف المعيشة مشيراً إلى أنها ستجعل البنية التحتية أكثر قدرة على التحمل والتعامل مع أزمة تغير المناخ هذا التعاون النادر بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ يصطدم بمجموعة من العقبات الرئيسية لعل أبرزها التمويل بعيداً عن الضرائب على الطبقة المتوسطة وإصرار رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي على عدم تبني المشروع حتى يوافق مجلس الشيوخ أيضاً على حزمة الميزانية الأكثر شمولاً والبالغ قيمتها ثلاثة تريليونات ونصف تريليون دولار وتواجه معارضة شديدة من الجمهوريين اشتركوا في القناة